بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي ومشاهدين قناة الاهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم في الستوديو التحليلي وحلقة جديدة النهاردة حيكون ماتش كبير أوي 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 وقمة من قمة من كرة المصرية بين النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي ماتش النهاردة بعيد بقى عن موقف الفريتين في الدورة من الماتشات الحلوة اللي اتمتع كرة من الماتشات الحلوة اللي الجمهور بينتظرها من الماتشات الحلوة اللي احنا كنا كلاعيبة بننتظرها النادي الإسماعيلي مهما كان موقفه في جدول الدوري دايماً النادي الإسماعيلي بيضم لعيبة على مستوى عليه جداً النادي الإسماعيلي مش من نوع اللي بيقفل الجيم مش من نوع الفرقة مهما كانت صعوباته مهما كان الموقف بالنسبة له صعب من نوع اللي بيلعب كرة بيحبوا يلعبوا كرة حتى لو بيمر بظروف صعبة جداً زي اللي بيمر بها الفترة دية نادي الإسماعيلي بتلاقي وانت بتلعب اللعب المفتوح تلاقي متعة في الأداء تلاقي فرقة بتتحرك كأنها بتعزف سمفونية طول عمر نادي الإسماعيلي كده يمكن احنا بنقول على متشاة الأهلي وإسماعيلي دي القمة التانية في الكرة المصرية لأن زي ما احنا عارفين الأهلي والزمالك والإسماعيلي من أكتر الأندية جماهرية بعد النادي الأهلي بعد النادي الأهلي يجي نادي الزمالك والإسماعيلي من أقاب الكرة المصرية النادي الاهلي دايما هو المتصدر هو المتصدر للمشهد في كل حاجة في البطولات في إحراز البطولات في الانتصارات هو النادي الاهلي نمر واحد وبعدين يجي بعديه في عدد البطولات نادي زمالك ثم نادي الإسماعيلي دايما جمهور النادي الاهلي أو جمهور مصر بصفة عامة بينتظر الماتشات دي ماتشات الاهلي والإسماعيلي لأنه تبقى مستوى الفني عالي جدا بيبقى ماتش من الماتشات اللي هو فيه متعة فيه كرة فيه جوال كتير وتلاقي اللعبة مفتوح وتتمتع تبقى أنت مش عايز الماتش يخلص يعني لما تشوف بعد النادي الأهلي هتلاقي على طول نمرة اثنين نادي الزمالك على طول تلاتة نادي الإسماعيلي ودايما نادي الأهلي ومن بعده الزمالك والإسماعيلي بيضموا أفضل لعيبة في مصر ده اللي احنا تعودنا عليه وتقريبا بيكون ده قوام المنتخب الوطني اللي هو منتخب مصر تقريبا بيبقى كانت يعني يمكن لحد فترة قريبة كانت الغالبية أهلي زمالك إسماعيلي ده قوام المنتخب الأساسي